من جهة يا سيدي إسرائيل بتقولك احنا عندنا خط التهجير وعايزين نضغط على مصر وندفع لها فلوس والاتحاد الأوروبي يدفع والولايات المتحدة تضغط والخليج يساهم وياخدوا الفلسطينيين اللي في قطاع غزة عندهم هناك ومن جهة تانية عارف انت سياسة العصى والجزرة تاعت زمان اضربوا لاقي من جهة تانية محللين وعساكر سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشروا مقالات بيهددوا فيها بدرب مصر اه زي ما بقول لحضرتك كده بيهددوا بالاعتداء على مصر عسكرية الا اكتر من كده رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بيستشهد بسفر اشعيع اللي هو فيه جزء اصلا بيقول ان اسرائيل هتؤدي الى خراب مصر وتعتدي عليها وتخرب مصر بالكامل وبالتالي احنا امام سياسة اسرائيلية فيها تنوى فيها اغروا مصر بالفلوس لو ما جابتش هددوها بالضربات العسكرية ايه القصة؟ القصة نشرها موقع عربي 21 بعنوان مجلة عبرية تحرد على ضرب مصر هل تغير الخطاب الاسرائيلي مع القاهرة؟ بيكلم التقرير انه فيه تحريض من مجلة اسرائيل ديفنس العسكرية الاسرائيلية لجيش الاحتلال على الهجوم على لبنان وايران وكذلك توجيه ضربة استباقية لمصر الحقيقة ان الموضوع ده اثار الجدل والتساؤلات حول مدى تغير الخطاب الاسرائيلي مع القاهرة خصوصا انه المجلة الصادرة عن وزارة الحرب لدى الكيان الاسرائيلي اتهمت مصر بانها بتسلح حركة حماس وبتنتهك اتفاق السلام مع تل قبيب موقع عربي 21 بيقول انه تحليل المجلة العسكرية بيأتي بالتزامن مع اتهمات وجهها الموقع العبري المحسوب على طيار الاميني الاسرائيلي المتشدد بحضر حريديم لمصر الاثنين الماضي زعما قيام القاهرة بتسليح حركة حماس والسماح بدخول اسلحة مضادة للدبابات عبر الانفاق وبالشاحنات القادمة من مصر الى غزة نرجع هنا بقى شوية لانه الكلام ده خطير جدا ايه القصة؟ القصة هم هنا بيقولك انه يا جماعة مصر سلحت حماس اوف دي مشكلة كبيرة جد مصر سلحت حماس يا لطيف ده لو اسرائيل اثبتت ان مصر سلحت حماس يعني السيسي بيدعم حماس ما هيعرفش يدخل بريطانيا خلاص هيقولوا ان انت هنا بريطانيا مصنفاها حركة ارهابية فالسيسي بيدعم حركة ارهابية امسك يا جدا مش عارف يروح امريكا لان امريكا مصنفاها حركة ارهابية مش عارف يروح فرنسا مش عارف يروح ألمانيا فهنا هم بيحطوا على فتاح السيسي في حرك بالغ الاتهامات الخطيرة اللي بيوجهوها لعب الفتاح السيسي في الاعلام العبري اتهامات الحقيقة مش طبعية هو بيتكلم انه بيمد غزة بالانفاق مع انه غرقها بيتكلم انه بيمد غزة قصدي بالسلاح عبر الانفاق مع انه غرقها بيتكلمه انه هو بيدعم حماس مع انه السيسي نفسه مع براهيم عيسى ولميس الحديد في 2014 كان بيتكلم ان حماس عملت في الشعب المصر كثير اعلام السيسي بيهاجم حماس براهيم عيسى بيطلع يقول انها صنيعة اسرائيل وانه هي سايبة الناس تموت وانه هي دخلت عملت السجون والكلام ده كله فالحقيقة الموضوع غريب جدا لكن مقال اسرائيل دفنس المجلة العسكرية الاسرائيلية بصراحة من اول كلمة فيه ومن حتى اسم الراجل اللي كاتبه بيقولك ان في حاجة غلط بقولك ان اسرائيل فعلا بتلعب مع السيسي لعبة العصى والجزرة تعالوا نشوف كده الراجل ده قال ايه المقدم بالجيش الاسرائيلي والطيار المقاتل السابق وقائل السرب 101 في جيش الاحتلال الاسرائيلي يورام بيلد كتب يورام بيلد في مجلة اسرائيل دفنس انه على اسرائيل ضرب مصر ايضا المجلة بتاعت اسرائيل دفنس عشان حضرتك تبقى معانا في القصة هي مجلة صادرة عن وزارة الدفاع في جيش الاحتلال الاسرائيل المقال عنوانه على اسرائيل مهاجمة لبنان وتهديد حقول النفط الايرانية واذا لازم الامر فعليها تهديد مصر ايضا يعني فوق البيع كده جماعة طيب بيقول الراجل في المقال بتاعه ايه انه نشأت حولنا جيوش من القتلة مصر ولبنان وسوريا تدعمهم وتزودهم بالبنية التحتية والاسلحة فهنا بيتكلم على مجموعة من الجيوش اللي بتحارب اسرائيل وانه مصر بتدعمها بيقول كمان بيجري اعداد الحركات المسلحة او امداد الحركات المسلحة بكميات من الاسلحة ومصر تغد الطرفة عن ذلك فده اتهام صريح لنظام عبدالفتاح السيسي انه بيدعم حماس وبيصرب السلاح لحماس كمان بيقول كمان العقيد السابق ده او المقدم السابق بالجيش الاسرائيلي انه بينتقد توقيف وسجن مصر لسائح اسرائيلي داخل سيناء وفي حقيبة داره رصاص اتهم مصر بانتهاك اتفاقية كام ديفيد دون اي رد اسرائيلي خوفه من الادرار بالاتفاقية بيقول الظابط السابق في الجيش الاسرائيلي ان المصريون خلفوا الاتفاقية قاموا ببناء تلات مطارات عسكرية في سيناء اقاموا معسكرات عسكرية دائمة اوجدوا قوة من 100 دبابة في رفح انشأوا ست معابر اسفل قناة السويس الى سيناء وبنوا تلات محطات رادار نيجي بقى للسطر الجاي لانه هده الخلاصة في الموضوع وده الحقيقة اللي بيطرح اسئلة كثيرة جدا الزابط السابق في جيش الدفاع الاسرائيلي اللي بينشر مقال في مجلة صادرة عن الجيش الاسرائيلي بيقول ايه؟ قال السيسي صديقنا انه بيعمل ضدنا باسرار يعني بيقول ان السيسي صاحبنا صديقنا بقى بيشتغل ضدنا دلوقتي باسرار وبقول ان حرب غزة الجارية كشفت الاخفاقات الاستراتيجية التي تراكمت منذ الاتفاق مع مصر على الجيش الاسرائيلي عدم الثقة الزائدة في المصريين اتكلم كمان الى ضرورة الهجوم والمبغتة وان اسرائيل في حروب 48 و56 و67 و73 حربة جيوش نظامية تفوقت عليها كانت الاستراتيجية هي الهجوم اولا ونقل الحرب الى اراضي العدو بيقول ان احنا بنعتمد اسرائيل بتعتمد على مصر اللي حرصت على تسليح حماس هو وجهة نظره كده وبتنتهك بشكل علني اي اتفاق مع اسرائيل دون خوف بيقول كمان يجب تحديد مصر من اي انتهاكات ومن تسليحها لحماس وخلق ورقة تهديد ضدها واستخدام القوة اذا لم يتحقق ذلك مقال الحقيقة يعني قوي جدا وفيه اشارات وتهديدات لمصر وتحريد على مصر عندي مجموعة من الاسئلة كون المقال ده بالنبرة دي يطلع فيه مجلة عسكرية صادرة عن جيش الاحتلال ده معنى ايه هل دي وجهة نظر جيش الاحتلال الاسرائيلي هل اسرائيل موافقة على الكلام ده هل اسرائيل موافقة انه يتم تهديد النظام المصري وتهديد مصري كدولة بخرق اتفاقات كام ديفيد وبانها بتسلح حماس وبان احنا لازم نحاربها ولازم ناخد مبادرة هل ده امر اسرائيل موافقة عليه هل ده امر اسرائيل تقبل به على الجانب الاخر بقى هل النظام المصري موافق على ده النظام المصري الحقيقة طبعا ما ردش بشكل رسمي لكن طلع بعض الادراء الاعلامية زي مصطفى بكري واحمد موسى ردوا على المقال ده تعالوا نشوف كده كتبوا ايه نحاول نقرأ مع بعض كده نستشرف الرد المصري مصطفى بكري بيقول ان التقرير اللي نشرته مجلة اسرائيل ديفنس الصادرة عن وزارة الدفاع هو تقرير خطير يحرض ضد مصر التقرير تضمن اتهامات ضد مصر نصع الحرفي بدأ يتكلم عن التهديدات اللي حصلت واتقالت وان الجيش المصري بيمتلك اسلحة شرقية وغربية حديثة لهدف تهديد اسرائيل يعني مصطفى بكري بيعدد الكلام لو فيه جزء تاني من التقريد نقرأ عشان ما نعيدش الكلام اللي في المقال يعني فهو بيعدد يعني الحاجات اللي في المقال وبيقول في الآخر هذا التقرير الصادر عن المجلة الناطقة باسم وزارة الدفاع يكشف نوايا العدو الاسرائيلي ضد مصر وفي الصباح كان هناك حديث لوزير المالية الاسرائيلي يكشف نوايا اسرائيل تجاه مخطط التهجير مصر ليست لقمة سائغة هو مصطفى بكري بيقول سنتفنكم في رمال سيناء اذا فكرتم او ان فكرتم المساس بذرة تراب من ارض مصر المقدسة يبقى دا كان رد مصطفى بكري اطلع يا مصطفى اقول لهم هنتفنكم في الرم طيب احمد موسى قال ايه هل النبرة كانت مختلفة كشفت المجلة مش عارف ايه واذا لازم الامر فعلى تل قبيب الهجوم على جميع الجهات طبقا لما نشرته روسيا اليوم على موقعها فان المجلة العسكرية شنت هجوم على مصر وزعمت ان مصر انتهكت اتفاق السلام فاحنا هنا بنتكلم عن ردود مصرية على مجلة اسرائيل ديفنس طيب الى اي مدى اسرائيل ديفنس منطقية في كلامها وموضوعية في كلامها الى اي مدى السيسي فعلا شغال ضدها وبيعسكر جيشه لهدف اسرائيل والكلام ده كله الحين لو رحنا ليه جوريزالينبوست في مقال سابق كان وجهة نظرها في سبتمبر 2015 28 سبتمبر 2015 ان عبدالفتاح السيسي هو هدية الشعب المصري الخاصة لدولة اسرائيل فالحيانا مش عارف الجماعة في اسرائيل ديفنس ما اروش الكلام ده ولا لأ طيب احنا في اخر كلام بنحاول ان احنا نرد على الراجل اللي اسمه يورام بيلد الطيارة المقاتل السابق وقائد السبمية واحد والمقدم بالجيش الاسرائيلي السابق لما بيقول ان السيسي صادقهم بيعمل ضدهم باسراء تعالى يا عم يورام لما اكلمك عن اجتهادات السيسي لصالح اسرائيل وتصرحاته الجميلة تجاه اسرائيل من يوم ما مسك لحد النهاردة تعالوا تشوف مع بعض كده واحدة واحدة في نوفمبر 2014 فرنسا 24 السيسي نأخذ اجراءات امنية لتأكيد سيادتنا عليها ونؤكد اننا لن نسمح بان تتخذ سيناء قاعدة لتهديد جيرانا او منطقة خلفية لهجمات ضد اسرائيل طبعا هي الصورة تعبيرية يا جماعة الصورة بتقول ان السيسي ممثل لنتنياهو وايهود براك مش ان السيسي اسرائيلي ولا حاجة لكن هي الصورة بس فيها جزء من التعبير ليس اكثر فبراير 2016 في محاضرة فيبير السابع وزير البنة التحتية الاسرائيلي حينها يفعل شتاينتس قال الرئيس المصري عفتاح السيسي قام الى حد بعيد باغراق انفاق غزة وفق طلب اسرائيل وده بيرد على الظابط الاسرائيلي اللي قال انه بيود السلاح لحماس سامح شكري في يوليو 2016 في زيارة لتل عبيب قال زيارتي لاسرائيل تأتي في سياق رؤية الرئيس عفتاح السيسي لتحقيق السلام في المنطقة سبتمبر 2017 في الامم المتحدة السيسي يقول امن وسلامة المواطن الاسرائيلي جنبا الى جنب مع امن وسلامة المواطن الاسرائيلي وندائي اليكم ان تقفوا خلف قهاراتكم السياسية اطمئنوا نحن معكم جميعا في يناير 2019 رويترز بتتكلم عن اعتراف نادر في جزء محذوف من مقابلة مع برنامج ستين دقيقة السيسي قال يوجد تعاون واسع هو الاوثق والاعمق مع اسرائيل اذا الشواهد كلها يا عم يورام اسمه اي الراجل تاني يا عم يورام بلد بتقول ان عفتاح السيسي بيشتغل لصالح اسرائيل او انه ممثل اسرائيل ابدا يعني لم يكن الراجل عدو ليكو ولا انقلب عليكو ولا بيسلح حماس ولا الكلام ده ورد بالراجل غرق الانفاء يعني وبالرغم من كده مجلة صادرة عن وزارة الدفاع الاسرائيلية بتنشر الكلام ده فيما يبدو انه تهديد لمصر